الفنان لما بيجبوه يعمل نمرة والناس تتفرج عليه يبقى قرد مش فنان انت انسان مش محترم ومش هقول اسمك ونظف قلبك من الغل والصفار يمكن ربنا يكرمك بدور تمثله نسيت اقولك صحيح شوف بيعرف يقرأ عشان يقرالك اللي انا كاتبه هو انت ربنا مش هيتوب عليك يا فنان من تصريحاتك اللي دايما بتعملك مشاكل انت مش سايب اي حد اللي بتتنمر عليه وتتكلم عنه وحش واسبت الممثلين ودخلت كمان عالمغنيين وما حدش قادر عليه انت مالك بقى بحمه بيكا هو عملك حاجة ولا انت غيران من نجاحه وانه وصل للناس وليه جمهور كبير والناس بتحبه جمهور حمه بيكا قلب الدنيا على الفنان تامر عبد المنعم وده بسبب تصريحاته وظلمه لحمه بيكا وكلامه المهين عنه وانه دايما بيتنمر عليه لانه مش متعلم بس المرة دي الموضوع اكبر من كده لان رد حمه بيكا كان مفاجأة خليكوا معنا واعرفوا القصة وتفاصيلها الحدودة بدأت من سنتين ونص بالزبط لما الفنان تامر عبد المنعم عمل مؤتمر في الصالون الثقافي لأسر السينما وكان ضيف المؤتمر نقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر وقتها كان اصدر قرار بمنع مؤديين المهرجانات من الغنى والحقيقة ان تامر كان ضد قرار المنع تماما ووقف مع حمه بيكا بس وقتها كانت المشكلة ان حمه بيكا مش بيعرف يفك الخط يعني مش بيعرف يقرأ ولا يكتب وقال كمان انه عشان يدخل اختبارات النقابة لازم يعرف يقرأ ويكتب على الاقل بس كلنا عارفين ان في فنانين كتير من الزمن الجميل ما كانوش بيعرفوا يقرأ او يكتبوا وبقوا نجوم كبار يعني مش شرط انه يكون متعلم المهم يكون عنده موهبة وطبعا تامر شايف ان بيكا لعنده موهبة ولا حتى متعلم لكن ليه لون بيعرف يقدمه والناس كمان حباه عشان كده ماينفعش نمنعه من الغنى وفي المؤتمر ده حد سأل تامر هل حمه بيكا افضل من عبدالحليم حافظ رد عليه تامر وقال امو كالسوم منعد عبدالحليم حافظ من الغنى سنتين عشان بس مقدرش يحصل على تصريح من نقابة الموسيقين اللي هي كانت رئيسها في الوقت ده في حد بقى وصل وجهة نظر تامر عبدالمنعم لبيكا بشكل غلط وطلع في فيديو قال فيه انا اكتر وطنية من اللي بيهاجبوني وفيه فرق بين زمن ومو كالسوم والزمن اللي احنا فيه وازاي اصلا تشبهوني بعبدالحليم حافظ تامر عبدالمنعم يسكت لا طبعا كتب بوست على الفيسبوك وقال فيه السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش وقال كمان انا ما هجمتكش اساسا وختم بقى البوست بتاعه وقاله نيسيت اقولك بقى شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرالك بصراحة بقى كده عيب قوي مش لدرجة اننا نعير بعد كده الكلام ده جرح بيكا وديقه وكتب عنده على الفيسبوك وقال ردا على المدعو تامر عبدالمنعم الحمد لله انا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ او متقراش انا معايا اخواتي هم معيني ودهري شوف لك انت حد ينظف قلبك من الغل والصفار وكمان التنمر يمكن ربنا يكرمك ويتلاقي دور تعمله ولا حاجة الموضوع اتقفل وقتها وخلاص لغاية ما ظهر تامر من تاني في برنامج العرفة في رمضان ولما قالت له باسمع وهبة ان حمو بيكا اشهر منه وكمان انه بيهجمه عشان غيران من نجاحه رد تامر وقتها وقال مين ده اللي اغير منه لو هو فنان بجات هتي يقعد مكاني وآه انا هموت من الغيرة منه وحمو بيكا مش فنان الناس بتجيبه عشان يبقى نمرفه كهية وحد يطلع يجعر في الفرح والناس تتفرج عليه ولو كده نسمي الارد فنان لما الاردات يجيبه ويعمل بيه فقرة والناس تتفرج عليه وتضحك يبقى نقول عليه كلمة فنان فنان دي كلمة كبيرة قوي مش اي احد نقول عليه فنان وانتو كمان شاركونا برأيكم في التعليقات وقولولنا ايه ترى ايه رأيكم في الهجوم اللي بيتعرض لي حمو بيكا وهل من حق احد من الفنانين انه يقايم الفن اللي بيأدى